لليوم الرابع على التوالي ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي تستيقظ على وقع قصف جديد القوات الإثيوبية استهدفت هذه المرة مقالت إنه مركز تدريب تستخدمه جبهة تحرير تيجراي ووفقاً للجبهة لم تصفر الغارات عن أي إصابات إلا أنها حالت دون هبوط طائرة مساعدات تابعة للأمم المتحدة وكانت المنظمة الأممية قد حذرت من تفاقم أزمة المساعدات الإنسانية في إقليم تيجراي لا سيما مع انخفاض أو نفاذ مخزونات مساعدات الإغاثة والمال والوقود وذلك نظراً إلى قطع الطريق الوحيد الذي تمر منه الإعانات في أغسطس الماضي وخلال الأيام الأخيرة كثفت القوات الحكومية هجمتها على ميكيلي مما أدى إلى سقوط ضحايا بينهم أطفال وإصابة آخرين بجروح قصف كذلك الجانب الإثيوبي مخابئ أسلحة تابعة لجبهة تحرير شعب تيجراي في ميكيلي وبلدة أكبي الواقع غرب عاصمة الإقليم في الوقت نفسه أفادت تقارير عدة باشتداد القتال في منطقة أمهر جنوبي تيجراي ومع استمرار الاقتتال في مواقع عدة تتزايد المخاوف الدولية من وقوع كارثة إنسانية ضخمة وفي هذا السياق أدانت الخارجية الأمريكية استمرار تصعيد العنف وتعريض المدنيين للخطر في تيجراي من جهتها شددت الأمم المتحدة على ضرورة السماح بوصول المساعدات بشكل فوري وغير مقيد إلى المتضررين اشتركوا في القناة